منتبع نحن وياكم مثل ما سبقوا وعدناكم وابتدينا كنا مجدداً هالسلسلة سلسلة جراحة البدانة يعني اللي هي صارت مش حاجة جمالية إذا فينا نقول فقط إنما حاجة صحية لأنه تعتبر صارت مثل علاج للعديد من الأمراض من ضمنها السكري ودهون الدم وغيرها من الأشياء بالإضافة للدور الاجتماعي والشخصي كل هالأمور يعني جراحة البدانة عم تحتل مكان أكبر وأكبر بالعالم بعد ما كانت بفترة ننظر لقلق ولكن بعد في كتير معتقدات مش كتير سليمة حول هالموضوع يمكن نتيجة ممارسات خاطئة عند البعض اللي هنمنون اختصاصهم أو نتيجة قلة الخبرة كانت على هالسعيد هلأ هالجراحة لما منعرف عنها أكتر وأكتر الوعي هو أفضل طريقة حتى نعرف نستفيد من التطور والتقدم العلمي ونتجنب مخاطره بصد نرحب فيك مجدداً الاختصاصي بجراحة البدانة والاستاذ المحاضر بجامعة موريال كندا ومؤلف الكتب الطبية على هالسعيد دكتر ناجي صفا أهلا وسهلا فيك مجدداً عبر صوت لبنان أهلا وسهلا فيكون بدأ الفوت لأصدقاء المستمعين أنه هاللقاء كمان ما نقوله مباشرة عبر الفيسبوك على صفحتنا Voice of Lebanon 100.5 دكتر صفا يعني منحكي بجراحة البدانة ودايماً منشوف أنه في ناس بيقولوا أنه أنا خلص يقست من الحمية وبيكون عندهم شي عشرة كيلو زيادة أو خمسة عش مش أكتر وخلص صار لازمني جراحة فعلياً جراحة البدانة هل هي لكل إنسان بده يتخلص من وزن زيد أو لأشخاص معينين وفي شروط معينة لا أكيد هلا كمان قلت شي بالمؤدمة كتير مهم أنه ما نخلط بين هالجراحة هايدي وبين جراحات التجميل هايدي العمليات هاو دولة أو هالعلاجات هاو منن للتجميل مش هدفه ننجميل نعم دونك اللي عنده شوية وزن زيادة أو مزعوج من الشكل أنه على المرية كيف عم يطلع وعاللبس منه هيدا هو الحل له هاو دولة منن عمليات تجميل هاو العمليات هننعملوا تحتالي نقدر نحسن الصحة طبع الشخص يعني بس ما يكون عنا بدانة أو وزن زائد بيكون عم بيسبب مشاكل أو خطورة على صحة وحياتها الشخص هون ساعتها بنقدر نحنا نتدخل تحتالي نجرب نتفايد المشاكل المستقبلية ونشفي مرض اللي هو اسمه مرض البدانة نعم بحب دايما نذكر أنه البدانة معترف فيها عالميا كمرض مرض صارت منه هي حالة منه وضع هي مرض موجود بكل مرض وبتنتج عنه أمراض كثيرة أكيد وهالمرض هيدا بيقدر يسبب أمراض عديدة منبقى منحكي عنه هلأ الشيء الأكيد أنه هالعمليات أو هالعلاجات منه لكل العالم منه لكل الأشخاص أكيد لها في حالات معينة بتتطلب أنه نلجأ للعمليات وهالحالات هي برجع بذكر وبقول بس ما يكون عنا بدانة مرتفعة بس ما يكون عنا بدانة بتشكل خطر على حياتنا أو عم بتشكل خطر على أنه تسبب لنا أمراض بتنتج من وراء البدانة ساعتها هون بنقدر نبليش نبحث عن حل جراحي والشيء الأكيد أنه منه من البداية الحل الجراحي هو الحل اللي بنلجأ لقلو دايما مثل ما أنت قلت بيقولوا ازهقنا من الحمية الغذائية بس نحن علينا كأخصائيين نتأكد أنه الحمية لنعملت هي حمية صحيحة ومزبوطة هنكون أنه عملنا عشوائي هنكون أنه عم نعمل حمية الغذائية مزبوطة أو أتكير منشيل على الإنترنت حمياته نمشي على أنه ما بقد نكون أنه بس جربنا هيك على الخفيف ونقول يلا ما زبطي التعوى تحت تالي نعمل لأنه بعض الأحيان منقدر بدون ما نعمل عملية نتفادى العملية وينجح تنقيس الوزن عنها بالحمية وبتغيير نظام الحياة إن كان بالرياضة أو إن كان أكيد بالحمية بس قبل ما نقول مين العملية أكتر يعني لأي حالات وأي متى منقرر العملية بس بدي يعني فيه فيه أسئلة يبتدوا لأصدقاء المستمعين وبدأ أتمنى على يلي بدون يطرحوا أسئلتهم سواء عبر التليفون أو من خلال الواتس أب إنه ما تتأخروا دايماً بتصير تجي الأسئلة الكتير بالآخر يعني منتمنى أنه تبلشوا من هلأ بطرح أسئلتكم أرقام التليفون 01325 555 مضرورة أبداً تذكروا الاسم وإذا كنتوا عبتوا تتصلوا من خلال سليلار 76611 003 أو 005 بالنسبة للواتس أب ومش للاتصال الهاتف على هالرقم 76611 001 الصديقة يلي بيخلص رقمها 197 بتقول أو بيقول أنا مريض سكري من النوع التاني من أربع سنين الطول سيدي يمكن متر وثمانة وستين والوزن 97 كيلو يقست من الرجيم نزلت أكتر من مرة وفشلت هل بقدر أعمل هالعملية وهل بتفيدني للسكري؟ أوكي هوني خليني وضح أمر كتير مهمة لا بهالوضع عنا تقريبياً بحدود 30 كيلو زيادة أوكي حسب الوزن والطول وتاني موضوع اللي هو أهم من موضوع الوزن هو أنه عنده مرض سكري اللي إله مبلش من أربع سنين تقريبياً هايدي شغلة من ميلة أكيد مش منيحة أن يكون عنا مرض سكري بس من ميلة تانية كتير منيحة أنه ما عمره كتير بس ما يكون مرض سكري ما قلو أكتر من 5-6 سنين أو لحديث حتى تقريباً 7 سنين منقدر نقول أنه عنا نسبة أنه يروح ريمشن أنه يختفي السكري من الجسم إذا لجأنا لعمليات البدانية لبعض العمليات بشكل تقريبياً أعلى من نسبة 95% يعني منقدر نخلي هالمرض يختفي لفترة كتير طويلة بنسبة كتير مرتفعة إذا لجأنا لعمليات البدانية هلأ أكيد بحد نفسه تنقيس الوزن لحاله بدون عملية كمان كتير بساعد موضوع السكري بس العملية بتساعده بعض أكتر بكتير ليش؟ لأنه بتشتغل مش بس على تنقيس الوزن بتقدد كمان تشتغل على بعض الهرمونات اللي بيتعلقوا بمرض السكري بشكل أنه تخفيه يعني حاطة مثل كتير بسيط إذا بناخد عملية أص المعدة اللي هي من أهمة وعملية لمرض السكري بس هو مثل شوية بسيط يمكن البيباس أكتر البيباس أكيد هو أقوى من القص المعدة بس إذا بناخد مثلا قص المعدة لأنه عم نشير جزء من المعدة اللي هو بيفروز بعض الهرمونات اللي نحنا منلخصهم بالاسم تبع الجريلين يعني الهرمونات تبع الجوع هي بنفس الوقت منعرف أنه هالهرمون هيده بتشتغل بطريقة تقريبا مباشرة على غدة البنكرياس بشكل أنه بتعلي غير هرمونات يعني بيعلوا شيء منسميه وكمان منلخصهم باسم الانكريتين اللي هني بيشغلوا بشكل كتير مباشر على السكري وبيخلوا أنه هالسكري هيده يختفي هالمرض يختفي من الجسم لفترة طويلة جدا دونك عم ناخد مثل بسيط أكيد إذا عملنا حمية غذائية رح نخفف الوزن رح نخفف كمية الدهون اللي بجسمنا دونك رح نساعد غدة البنكرياس أنه ترجعت رقلش السكري عنا بجسمنا بس شي الأكيد أنه العملية هي بنفس الوقت بتخلي أنه الوزن ينزل دونك منساعد بهالطريقة بس كمان بتخليد أنه الهرمونات شوية يتغيروا بشكل أنه منكون دفشنا دفشة لقدام كتير كبيرة دونك من ناحية السكري بس ما يكون عمره أقل من خمس سنين سبع سنين حتى أوقات عشر سنين بس يعني شو ما يكون عمره أقل شو بيستجيب وبيختفي أسرع وبنسبة أعلى بكتير بس ما نعالج موضوع البداني والسكري سوى بس بحب دايما نوضح هالموضوع للجميع السكري نحن بنقدر نشتغل عليه ونساعده أكيد إذا كان أول شي من النوع الثاني وكمان بدي يكون عند الأشخاص اللي ناتج من وراء البداني تبعيتهم يعني مش أنه إذا شخص عنده مرض سكري من النوع الثاني وما عنده بداني ما عنا علاج جراحي لقلق ما عنا عملية حالية نقدر نعمله لحد هلا نقدر نساعد مرض السكري بدي يكون مرض السكري ناتج من البداني وبدي يكون أكيد من النوع الثاني مرض السكري من النوع الثاني الرقم بيخلص تسعة ثلاثة ثلاثة بيقول صباح الخير بنت أختي عملت عملية تحويل المعدة من ثلاث سنين لهلأ بعدها بتضيق لما بتاكل وبتراجع الأكل وبعدها عم تضعف كتير هل هالشي طبيعي؟ بالمبدأ لا أيضا الشي مش مفروض يكون موجود بشكل طبيعي عادة كل العمليات اللي بينعملوا لتنقيص الوزن على المعدة إن عمليات لازم يسمحوا للشخص إنه بعد تقريبا شهر من العملية يرجع يقدر يبليش يأكل من كل شي بشكل نوعا ما طبيعي مش مفروض يكون فيهن استفراغ ولا مفروض إنه ينزل الوزن أكتر مما يكون محددينه من قبل يعني مفروض نكون عارفين تقريبيا لأي درجة بدنا ننزل الوزن نعم في حاجة ملحة يعني بدي توقف عندني دقين ساني الحاجة ملحة لبلاكات دم من فئة أوب بوزيتيف لمستشفى ماريوسي في الدورة إذن الحاجة ملحة لبلاكات دم من فئة أوب بوزيتيف لمستشفى ماريوسي في الدورة وشكرا رأم بيخلاص ب77 ابني عمره 12 سنة طوله متر وخمسة وسبعين ووزنه 107 كيلو اليوم عندي حكيم الأرمون أكيد لازم تبلش مع حكيم الأرمون هده شغبة أكيد ضرورية وكمان برجع دايما بحب أقول مشان الكتير مهم أنه نبلش عبكير ننتبه على موضوع البدانة عند أولاد لأنه كل الأطفال اللي عندهم بدانة المشكلة أنه عندهم نسبة كتير عالية أنه يكفي معهم البدانة وتكبر كتير عن بس ما يكبروا وكي أنا بيقدر تلحقهم بالعمر لون كتير من المهم أنه نبلش نتوقع وننبش على علاج مناسب عند الأطفال هلأ العلاج أكيد ببلش أول شي نتأكد أنه ما عنده مشاكل هرمونات نو كانت حكيم الهرمونات وتاني الشي كمان بكفة بموضوع كيف فينا نساعد بالبيت بشكل أنه نغير نظام الحياة طب إذا مشاكل هرمونات هون العملية لا مش مقلة علقة ما بدنا نربطهم ببعضهم مشاكل هرمونات ما نشوف شو هي ونجرب قبل كل شي نعالجها إذا كان فيه مشكلة هرمونية يعني مرض معين بتعالج وساعتها بتعالج بدواء معين ونشوف ساعتها ردة الفعل طبع هذا العلاج على البدانة إذا حلت البدانة من وراء العلاج اللي عم نعالجه فيه وقالينا أنه تحسن الوضع طبعه كتير منيح إذا بقيت البدانة ساعتها هم موضوع تاني مناخد البدانة بحد نفسها لحاله نعم رقم بخلاص خمسة ثلاثة خمسة هاي أنا عامل الميني باي باس كان معي سكري وراح بس لما بيكل شي حلو هلأ بيصير معي رشفة بالقلب معقولي السؤال معقولي يرجع السكري أنا قبل العملية كان وزني 166 كيلو خليني بس وضح نقطة تاني أول شي من ناحية بس ما يأكل سكر عم بيصير عنده هالشي اللي بيسميه رشفة القلب بيقدر يكون عم يعمل شي من سمينا إحنا الدومبينج سندروم دايما الأشخاص اللي عاملين باي باس أو ميني باي باس بس ما يأكلوا السكر السريع هالسكر هيدا لأنه عم ينزل ضغر بالمصارين بيقدر يعمل انزعاجات هالانزعاجات هو أنه بيقدر الشخص يعرأ كتير يحس أنه قلبه عم بيخبط بالسرعة أيام بيحس حلو رح يغيب عن الوعي أكسترات دونك بده يتفادى ويجرب يهرب قد ما فيه من السكر السريع أكيد لأنه بس أوقات الواحد بيستحلي يعني لو استحلي بدي يخدهم ورا الأكل دغري بيخف الوضع ليش مفروض لا لأنه الدومبينج بيقدر يجي بعد الأكل دغري بيقدر يجي بعد ساعتين ثلاثين ما يكون أكل سكر دونك مفروض أنه قد ما فيه يتوقع السكر السريع ويخفف منه دونك هيدا شغلة أساسية وتعليمات عامة لكل إنسان حابب يعمل الميني بايباس أو البايباس أو عمله هلأ من ناحية مرض السكري المرض السكري هو مرض للأسف ما بيشفى مية بالمية هو اللي بيصير عنده أنه بيقدر يختفي بيعمل رميسيون بيقدر يختفي هلأ لأدي وقت إيام بيختفي عشرين سنة ثلاثين سنة يعني ما بيرجع عند الإنسان وإيام بيختفي خمس ست سنين وبيرجع هون ما بنقدر نعرف بس نعرف تقريبيا من قبل ما نعمل العملية قديش كان قوته مرض السكري يعني رحاتي مثل إذا كان شخص عنده مرض سكري وعم يتعلج بالأنسلين يعني المرض السكري عنده قدر قوي هون أكيد رح يتحسن كتير بارك يختفي ع فترة بس فيه احتمال كبير إنه يرجع إذا كان مرض السكري بعده مبلش وعم يتعلج بس بحبة وحدة وكان مرقلش نوعا ما هون بس ما يختفي مرض السكري بيختفي لها فترة كتير طويلة كمان رأم بيخلص 1-3-8 سباح الخير عمري 37 الوزن 63 طول متر و70 كيف تبدي أنصح شوي يلي يعني ياريت لو حد فيه تبرع بوزن زي كانت كانت بتكون حلة لكتار يعني هيدا الموضوع بدك تروح صديقي عند اختصاصية تغذية هي بتعملك نظام غزائي بتساعدك إنه تنصح شوي رأي بيخلص 155 قداش نسبة النجاح بهالنوع من العمليات وشو هي المخاطر يلي بوجهها المريض بحال ما نجحت العملية حسب عن أي عمليات عم نحكي لأنه العمليات البدانية هيك اكتار كتير وعمليات السكري في كذا نوع عملية بس عامة نسبة النجاح من ناحية تنقيس الوزن دائما كتير مرتفعة ما في عملية من عملية لتنقيس الوزن إذا ما كنا عم نحكي عن الحالات اللي هي عم نعيد عمليات فيها يعني عم نحكي عملية لأول مرة عامة دائما رح ينزل الوزن دونك النجاح فيها 100% بس من ناحية مرض السكري هون برجع بفوت بتفاصيل أكتر بقول إنه حسب كيف هو مرض السكري عند هالشخص قديش عمره هالمرض قديش شو العلاجات اللي عم يتطلبها قديش ضعيفة غدة البنكرياس عنده اكستيرا دونك هون ما فينا نعطي جواب برقم واضح هلأ من ناحية العوارض أنا بالنسبة لإلي العملية لازم دايما تتسقب للشخص المناسب يعني مش مفروض نحنا نحكي بعوارض بهذه العمليات على مدى البعيد لازم دايما نسقب هالعملية تكون مناسبة تحت لقد ما فينا هالعملية عند هيدا الشخص ويكون عنده عوارض كتير قليلة على المدى البعيد يعني مثلا ما رح نجي نعرض عملية بايباس عند حدا عمره 25 سنة عنده بدانة وما عنده سكري لأنهم نكون عم ننبش عن مشاكل بالعكس من نجرب نتفيدها وننبش على عملية ما تسبب مشاكل للمدى البعيد معنا اتصال ألو مرحبا أهلا كيف خان الحمد لله تفضل بس دكتور ريالتك العافية أهلا دكتور أنا من ساتشور عملت عملية السليب نعم وحمد لله تنتميه وعربعين كيلو صرت هلا ثمانين ثمانة وثمانين كيلو اف نازل منية اي نعم وحمد لله رضيان كتير عن حالي يعني بس صار عندي مشكلة دكتور هلا الأسيد عندي قوي بماتة نعم وعم بيخد دواء أسيد هلا طراء الأسيد هذا بيضلوا مدى العمر وكمان في شغلة تاني رجعت دكتور العملية العملية قال لي وقف ألياف أنا هوني ما تنعت كتير إنه أكل ألياف ما تنعت كتير لأنه بيعمل لك عقدي بالمصارين هلا من ناحية الحرقة اللي عندك ياه والأسيد طبع المعدة هن عمليات صغيرة المعدة بيقدروا يزيدوا نسبية الرفلو أو الحمضة أو الأسيد الارتداد الأسيد نعم لأنه صغيرة المعدة رح يزيد الضغط بالمعدة لأنه حجمها صار أصغر وأكيد رح يزيد الاسترجل بس تبقى طول هلا من ناحية قديش بتضل ما فيك تعريف مية بالمية حسب قديش قوة العضل طبع باب المعدة عندك يعني الملطقة بين المريء والمعدة حسب قديش قوة هو كعضل إذا كان العضل قوة ومنح مع الوقت بس ما توسع شوية المعدة مفروض يخف الاسترجاع عندك إذا كان اللي تسعة تشهر عملي العملية لأ مع الوقت يعني بدك كزا سنة تتوسع المعدة عم بياخد ضواء يعني بس عم برتاح بس وقفوا بالضايق مية بالمية مش إناك هلا هالفترة ما فيك مش لازم توقفوا إذا بعد سنتين ثلاثة كنت وسعيت شوية المعدة رختي شوية والعضل كان منه مفروض تقدير بكل سهولة إنك توقف هيدا الدواء وما ترجع لأله نعم وبالنسبة للأكل اللي فيه ألياف دكتور لا أنا بالنسبة لألي ما فيه شي يعني معين لازم تم يعني صراح نعم لأنه أنا أكلي هلا بعد العملية دكتور أكلي صار شي وقبل العملية شي يعني قبل العملية كنت حب اللحمة كتير هلا لأ صرت عم بقرف اللحمة مزبوط مزبوط والأليف تعمل لك ما فيه ناس عايشين على الخدرة إذا العملية عملها هو تصغير معدي يعني عم بقول هو عامل سليف أص معدي يعني نحن بالمبدأ بالعملية ما نشغل أبدا على المصران دوق ما قالوا المصارينك بعضهم متل ما كانوا قبل نعم يعني ما فيه شي تغير بمصارينك عن قبل لك خليليك يا دكتور بتشكّلك أنا أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك أهلا أيضا في حدا طالب نذكّر برقم التليفون 01-325-555 وإذا كنتوا عبتتصلوا من خلال سلولار 76-611-003-005 لينا بتقول هل هناك فرق بين أص المعدة والبيباس أوكي ولا يهمك لينا هلأ نحن بعد شويل نحن نحكي بالتفاصيل عنهن بس كل واحدة مبدأة مختلف تماما عن غيرها أهلا أيضا فيه في كتير أسئلة رقم خلال 7-3-4 مريض سكّري أكتر من 10 سنين الوزن بيطلع وبينزل يعني هلأ الطول 51-51 والوزن 88 هل بدي عملية؟ هلأ برجع دايما بقول أنه فيه كل وضع بوضعه لازم يندرس هلأ بس ما نكون عنا 25 أو 30 كيلو زيادة وعنا مرض السكّري هون منقدر نبحث موضوع العملية خصة إذا كان مرض السكّري ناتيج من موضوع البداني هيدا الشغلة صارت معترف فيها عالميا بس بحالة أنه عنا مرض سكّري منقدر ناخد إذا بدك مثل إكسبسيون ونعتبر الأشخاص اللي عندهم لو ما كان عندهم كتير بداني مرتفعة منقدر ساعتها نبحث عندهم موضوع العملية لأنه منعرف أنه هالعملية تقدر كتير تساعد مرض السكّري اللي هو بشكل خطورة كتير كبيرة على الحقيقة على كل حال بس بدي أذكر أنه ببريطانيا الدولة يعني صلنا فطع أنه كعلاج لأحد علاجات وبتغطيها كأحد علاجات مرض السكّري هون كمان يغطوها للعملية أكيد مش بس هلأ ببريطانيا مضبوط بالأول كان الاجتماع ببريطانيا صار بس هلأ التبعية عالميا يعني ما في بلد بالعالم ما بيحترم هالأواعد يعني بيصاروا معترف فيها أنه مرض السكّري اللي ناتج من البداني بنقدر نلجأ للعمليات الرقم يلي بيخلاص 5-3-5 ويلي كان قال أنه عامل ميني بايباس وصح من السكّري كان عنده سكّري ولما بيأكل حلو بيصير عنده رجف بالقلب بيقول بيقول لك كان المخزون عندي 13 أي يعني كان عنده سكّري قوي جدا ما فينا نتنبأ على بس هودولي برجع بقول أنه الوقت هو رح يقل له إذا رح يريجع معه السكّري أو لا بس حسب قديش كان السكّري تابعه يطلب علاجات أكستر بدنا ملف كامل نقدر نعرف ناخد فكرة أوضع المدامي اللي ابنه عمره 12 سنة واللي عنده كتير وزن زيد وأخذته هلأ عند طبيب أرمونات تتشوف بعد ما عندهم يعني جواب بتقول لك بحال ما بيّن في مشكلة أرمونات هل ممكن يعمل البيباس بهالعمر 12 سنة أول شي أكيد أكيد مش البيباس مش البيباس تاني الشيء أصلا أنا برأيي مش مفروض نحكي بعمليات هلأ ليه لأنه أول شغلة من ناحية طوله متر و 75 متما بتذكر ووزنه 108 لقعم نحكي تقريبيا بحدود 25 إلى 30 كيلو زيادة تقريبيا شي من عنه هلأ بالمبدأ بهالعمر بيقدروا يحركوا كتير يعني الحركة عندهم مفروض تكون أكتر بكتير من عمرنا نحن والتاني شغلة الحرق بجسمهم سريع جدا يعني بيقدروا يضعفوا ينازلوا وزنهم أسرع بكتير من غيرهم دونك أنا بعتقد أنه أول وسيلة نلجأ لإله هي أنه نغير نظام الحياة عنده بشكل أنه نجبره يعمل شوية رياضة أكتر شوية حركة أكتر هو بالأول من نجبره بس بعدين هو بيصير يحب وبيتعود لأنه الجسم بيعمل أدمان على الرياضة بيولد له شعور بالسعادة ونشوف شو هو الديفوء أو الغلط بحياته من ناحية الأكل اللي لدينا إحنا بالبيت أو برات البيت تحتالي نجرب نخفف منه هيدا دايما أول وسيلة لازم نمشي عليها مش شهر وشهرين سنة وسنتين وتلاتة وساعتها هون مناخد قرار إذا حقيقة كان في فشل كبير وساعتها مناخد قرار ومنفكر إذا منلجأ للعمليات وشو هي العملية بس شيل أكيد مش هتكون البيباس بوضع بكل الحالات بكل الحالات لأنه هلأ يعني نحن منحكي وهي بالمبدأ كل العمل بتقوله هو السليم والطبيعي ولكن في حالات ما بيقدروا الأهل يسيطروا على الوضع بيكون الحال كتير صعب مع الولد بيكل بالمخفى عنهم ما بيرد بنهاية 12 سنة يعني عمر التمرد كمان بيكون صعب يوصلوا لنا عنا حالات كتيري منضطر نعملهم عمليات حتى أصغر أنا ضطررتها عملت عملية لبنت عمرها 9 سنين بس كانت البدانة كتير كتير مرتفعة هلأ في بعض الحالات نضطر معنا غير حال غير نلجأ للعمليات بس بيرجع بقول بهالعمر هيته منجري بقدمة فينا نتفادى هالموضوع ومنلجأ لإله إذا حقيقة نفشلنا بعد ما كل شي جرى بكل بقيت الأمور بيلال بيقلك حضرتك بتفضل الشفط على عملية قص المعدة بحب بس هوني وضح موضوع مهم منيح اللي سأل هالسؤال الشفط ما إلا علاقة كلياً بتنقيس الوزن عملية الشفط منى أبداً مصنى في عملية لتنقيس الوزن ما بتنزل ولا جرام من جسم الإنسان لأنه كل شي دهون نشفته بيعبى محله ماي وإذا أصلاً بقى الإنسان عيش بنفس النمط الحياة كل الدهون اللي بتطلع لبرة بيرجعوا بغير محل لونك منى أبداً مصنى في عملية لتنقيس الوزن عمليات تنقيس الوزن هنه عمليات مختلفين شفط هي لنحت الجسم مية بالمية تطعطي فارم أحلى شيب أحلى شكل أحلى ببعض الأجسام اللي فيون شوية دفوية معنا أتيسال ألو ألو موهور أهلا فينا أحكي مع الحكيم لو سمحتم أكيد تفضلي دكتور صفعبي سمعي بدي عزبك دكتور جوزي عمل عمل عملية سليف فارقلو خمسة شهور وبس هلأ عامل بلوك يعني بعد عنده تقريباً شي خمسة كيلو مفروض ينزلون على الوزن اللي قيله يا الحكيم بس هلأ عامل بلوك يعني إلو شي شهرين ما بينزل ولا كيلو بس ما عم بزيد الوزن هذا شي كتير طبيعي بده وقت أكيد هذا شي كتير طبيعي بدك تقهري شوي بيمشي الحال خمسة كيل بده طول بيلو طول بيلو أكيد يعني بكير بعده خمسة شهور معه سنة تحتاري تقدريباً يوصل للوزن طبعاً دونك ما عنده كتير وقت أوكي مرسي حكيم أهلاً وسهلاً فيك هون بدنا ننشير إنه الجسم بيعمل سقف يعني بلاتو وأوقات بيحتاج لوقت حتى يرجع يكسر هالسقف ويرجع يستعمل الضهون القديمي هاي اللي بتكون بقيت أكتر شي رقم بخلاص بي تسعمية وتمينة وتمينين طولي متر وثلاثة وسبعين وزني خمسة وتسعين كيلو هل بين عمل عملية بهالحالة؟ إذا ما عنده مشاكل صحة عامة عنده هون ونحنا عم نحكي تقريبياً بحدود الخمسة وعشتين تلاتة وعشتين كيلو أو شي هيكي ما نفضل أول شي ما يكون الحل الأولي هو العملية عادة نعم خلينا قبل ما نتابع مع الأصدقاء المستمعين نتوقف دكتور صفا لحظات بنصيحة غزائية وطول عمرك مع فرلان طول عمرك كثير من الأشخاص يلي بيتبعوا حمية غزائية ليخسروا وزن بيمتنعوا عن كل مصادر الدهون وهيدا أمر جدا خاطئ لأنه هيدا شي بأسرع امتصاص الفيتامين A, D, E, K أو الليبوسوليبل تناول كمية قليلة من الدهون الجيدة مثل الأفوكا زيت الزيتون المكسرات النية والبزور أمر كثير أساسي لخسارة وزن بطريقة صحية ولا تفادي النقص بها الأنواع من الفيتامينات طول عمرك مع بيرلان دكتور ناجي صفا نتابع معك في كتير أسئلة من الأصدقاء المستمعين في سؤال من الأصدقاء المستمعين لقد تحطي تطول هاتفون حتى نسمعه من نسمعه على الهوا مجرور كيفكم؟ أنا أزا طولة 172 وزن 95 ويجد إلى بياه وردت السكر يرجع البيين مع السكر والوزن سيأثر على العيلة هناك موضوع المرض السكر يستطيع أن يكون في العيلة وعندما يجب أن يعمل يومًا ما مرض السكر يعني معرض أن يعمل لأنه يستطيع أن يكون هذا المرض في العيلة ما يكون الوزنه أعلى؟ ما يزيد النسبة على أن يبين معه أبكر هذا المرض هيدا أو كمان بنسبة أعلى لك عنده مصلحة كونه ما عنده مرض سكري خاصة أنه قد ما فيه يجرب يتفيده وينزل وزنه وينتبع على أكله ويعمل رياضة بشكل أنه يجرب لو بده يعمل هالمرض السكري قد ما فيه يأخره يعني تعاملوه أوقات هالعمالية من باب الوقاية وقاية إذا ما فيه عنده وزن زائد لا إذا عنده كان وزن زائد أكيد ساعتها بتنبحث كموضوع وقاية لأنه منكون نحن عم نخلص من مرض البدينة اللي هو بيقدر يسبب السكري مع أو بدون ويراثة أيضا فيه سؤال رقم بيخلص مئة وخمسة وخمسين من برات لبنان أنا صار لي أكتر من سنتين عندي فتق بالمعدة إرني يتال صرت مستعمل كتير إذوية بدون نتيجة هل العملية حل؟ لا بالمبدأ أكيد فيه عمليات فتق بالمعدة الإرني يتال يخففوا الحرقة أو يخفف من الإدوير عم يخدها بس أكيد لازم هالوضع يندرس ينبحث نشوف شو هو السبب هالياتورة بس عنده إرنياتال أو كمان عنده ضعف بالعضل اللي هو موجود بين المريء والمعدة يعني عباب المعدة إذا كان فيه ضعف كتير قوي بهالعضل لو تصلح هالفتا رح يضل فيه قسم من الرفلو موجود دون وقت حتى تالي ما ينعمل عملية ما تكون مئة بالمئة محلة مدام حطوم عمري سبعة وستين أوكي الوزن سبعة وستين كيلو وعندي زيادة أمش عم بعرف لأ هون الطول متر وخمسة وخمسين بس ناقلك إنه هول زيادة مش لا أفدا مش لا عملية يعني أكيد خلينا نقول شو المعيار كيف منحسب إنه مؤشر الدهون كتلة الدهون وكيف نحنا منقول إنه لأ بهالحالة لازم يصير فيه تدخل أو لا أكيد إذا بدنا نعرفك بشكل هين وبسيط إذا عنا كتير وزن زيادة وإذا منقدر نبحث موضوع العملية أو لا في شي نلجأ له اسمه مؤشر كتلة الدهون اللي هو البي ام اي بالانجليزي اللي هو حساب بسيط مناخد الوزن بالكيلو جرام ومنقسمه بمربع الطول بالمتر يعني إذا رح نعطي مثل تنسهل الموضوع إذا شخص وزنه مئة كيلو جرام وطوله واحد فاصلة سبعة متر اللي بيقدر يعملوا عحيلا ما كان أحيس به بيقدر يقسم مية بواحد فاصلة سبعة أول مرة وبيرجع مرة تانية النتيجة بيقسمها مرة تانية بواحد فاصلة سبعة بيقدر هون ساعتا يعرف قديش مؤشر كتلة الدهون عنده أكيد هذا حساب بداية وإذا بدك بسيط جدا ناخد فكرة أولية عن موضوع قديش عنه وزن زائد بالنسبة لغيرنا بس نوعا ما إذا كانت النتيجة أقل من 26 بيعني أنه ما عنا وزن زائد إذا كانت بين 26 و30 بنحكي هون بشوية وزن زائد وإذا تخطينا 30 بنحكي ببداني دكتور ناجي صفا في سؤال هوني تذكرينه عسمي أدوي أنا طبعا كتل لك ياهم مش لحقولهم على الهواء بيحبوا يعرفوا شو رأيك فيهم يمكن تاني حقا أبر الدوائين هوني هوني أبر هوني هوني علاجات لمرض السكري واتبلشوا هون من كم سنة بس ما نعملوا نبلشوا يستعملوا ما كنا نعرف أنه هوني بساعدة لطنئيس الوزن هن خطوري عوكا لا علاج السكري لا علاج مرض السكري الآن الشغلة الأساسية اللي بدنا نعرفها هي أنه تحاول بعد فترة من الزمن بس ما شفنا أنه الأشخاص اللي عندهم مرض سكري عم يعطيونيها عم ينزل شوية الوزن تابعون صار يتحاول ينعمل بعد الدراسات عند الأشخاص اللي ما عندهم مرض سكري نجرب نعطيونيهم تنزل الوزن هلا أكيد النتيجة بعد من نواطها 100% ما فينا نعرف على المدى الطويل ما فينا نعرف بس الشي الأخطر أنه ما منعرف شو عواردهم على المدى البعيد لأنه بعدهم دراسات ما خلصوا يعني بعد لليوم إذا بدنا ناخد بأمريكا الـ Food and Drug Administration الـ FDA بعد لليوم ما توافقوا عليهم كعلاج شرعي علني لطنئيس الوزن هلا عم يتجربوا عمين عمل أبحاث عليهم بس بعد ما منعرف شو ردة الفعل بحيل حداً عم يخدون أو وصفون لحداً اللي أنا بنصحون فيه هو دايماً يجربون ماكسيوم على فترة شهر أو ماكسيوم شهرين إذا أخدوا نتيجة منيحة كان بيه ما أخدوا نتيجة أكيد يوقفون على الشهر بس ما يخلوا العلاج يطول أكتر من هيك لأنه ما منعرف على المدى البعيد كمان في أحد أدوية السكري اسمه بيبلش بالـ J نفس الجوية هيدا حبوب وأديم هالدواء بيخفف من استوعيب السكر بالجسم من هالناحية هيدا الدواء ما عنا مشكلة معه على المدى البعيد من ناحية شو العواري تتبعونه لأنه سلنا كتير زمان بنستعمله بس كمان منه علنا بالكتب منه داخل بالإدوية البنقص بس ما بتخافوا أنه هالدواء مع الوقت يخلي أنه البانكريا يتكسل مش هيدا الحبوب اللي بيخوف على البانكرياس إن الأبر لأنه ما منعرف شو التفاعل آه هيدا ما إلون أثر سلبي ما إنه مباشر على البانكرياس بس ممكن يكون له أثر سلبي كل شيء دواء كل شيء دواء بيقدر يكون عنده لدات فاعل سلبية مع الوقت مشان هيك الإدوية سألتك السؤال لأنه بالواقع هذي كل مرة من بعد ما انتهى اللقاء سألت مستمع أو مستمع عنه ووعدتهم أنه لح أطرح السؤال وكانت عم بتقول أنه بخلال فترة الأعياد فيها تاخد هيدا الدواء لأنه بيخفف امتصاص السكر وبياكلوا حلو كتير يلا صحة جعل ماي بعرف كتير كمان أسئلة من خلال الواتس أب كتار الأسئلة صحة تفضل دكتور فيها تاخدوا موقت مثلا بخلال ولا هو ما بيفيد إذا تاخد على جمعة أو جمعتين بدأ تاخدوا على شهرين أو التاتة تحتري بالي شاطئ المفعول كامل المفعول يعني ما بيفيد بي مثل هالحالي أفضل على فترة الأليلة في معنى كمان سؤال ياريت بتحط لهيدفون تنسمع نسمع أهلا وسهلا فيك ريدا شو دكتور هلأ عم بقول هو أنه ما عنده نوعا ما مرض سكري مش هيك إيه هو بيقول بس أنه عريق عبي طلع 120-125 والغريب أنه بعدين بالنهار بينزل للتسعين أكيد مفروض يعمل مخزون السكري عنده يعني لازم يعمل بعض التحليل تحتى يتأكد بالموضوع إذا عنده سكري أو لا بس بالمبدأ بهيك وضع خصة أنه ما في هالوزن الكتير زياد وما عنا هالمرض السكري اللي 100% موجود مش مفروض هوني نبليش نبحث لعمالية نعم ما بعرف طرحني هالسؤال عندي حرقة بالمعدة عطول بتلزمني شو العلاج ومشو ممكن تكون عم تتأثر حرقة المعدة في عندك كذا سبب يقدر يكون وأما عنده ضعف بالعضل بين ملتأ المريء والمعدة وأما بيقدر يكون عنده نوعا ما في تاقع على باب المعدة هوني أكيد لازم يريجع طبيب جاهز هاتمي وساعتها بيعمل له بعض التحرير وبيتأكد شو السبب منه وبيعرف كيف لازم يعيجه مصطفى بيقلك عملي حساباته الهيئة بيقلك عندي المؤشر كتلي الدهون تمانة وتلاتين هل هيدا بدانة أكيد هيدا بدانة مرادية درجة تانية عنده يعيج كتير مرتفعة أكيد تمانة وتلاتين عالي كتير أكيد وصار هول بيتجه أكتر يعني أكيد أكيد بيقدر يلجأ للعماليات اسم آخر دوا لا أوكي لا لا أبدا بس بدي أتمنى على الأصدقاء المستمعين إحنا مش عم نعمل دعايات لأدوية معينة على كل حال لا بيسألوك شو درر يلي سألتك عنهم بالأول الهبر الهبر الدرر الأساسي طبعا هو أكيد فيه الأدرار اللي بيتير الانزعاجات اللي بيتير بأول فترة بس منا يخدهم بس هي مش هيدا اللي بيخوفنا اللي بيخوفنا هو على المدى البعيد شو ما أقولي يعملوا أو يسببوا هالأدوية هودولي وفيه بعض المشاكل الخطرة اللي بتقدر تسببهم على الغدد بالجسم مش هيدا السبب لليوم بعد ما عنا إحساءات واضحة في بعض الحالات صار عندهم مشاكل خطرة كتير نصح أنه بأمريكا ما ينوصفوا بشكل عشوائي معنا اتصال ألو ألو نعم أهلا تفضل بس عندي سؤال وزني أنا مئة وخمسة وسببين طولي ووزني تمانا وثمانين في عندي عشرة وتعشر كيلو بدي شيلو بس إني بس بكرشي ما عندي شكل مظبوط كيف بيشيلوا وبتخوف الشفط خطير أول شي مش الشفط للعلاج تبعهم لهوتولي بس توضح لك الموضوع مش مفروض نحكي إذا بتخوف أو متخوف لأنه منه هو العلاج لألون عنده وزن زيادة مش لازم يفكر بالشفط الشفط منه علاج للوزن الزيادة شفط هي عملية بس بتغير شواء بشكل الإنسان ما بتنقص وزن يعني ما راح تشير لك ولا جرام من ال لياضة وحمية غذائية أهلا وسهلا فيك أنا بنصحكم نصيحة قبل العياد وأدمع لنا بدنا الرائب بالعياد يعني حلو الواحد بيستمتع بالأكل الأكل متعة خلينا نجرب نيزة لشوي سلف قبل العياد هيك منكون رقلاجنا الأشياء ريدة رجع بعد كمان خلينا نسمعو موسيقى لك موسيقى لأنني في فترة موسيقى على السبعة ونص يعني نزلتوا بدون أكيد بدون دواء على رجيم يعني نزلتوا على خمس ونص على ستة على خمس ونص على ستة على عضونا تلت تجو فاصو ستة خمس ونص ستة بس ينتبه لأنه لأنه علي مرة معه مخزون السكري يعني كم معه فوق السبعة بيقدر يكون أكيد أنه هو معرض يسير معه سكري عم ببلش السكري بده كتير يتوقع وكتير كتير ينتبه لأنه هيدا شي منه منيح يعني أنا مرة هلا اليوم دكتور صفا ما لحقنا أبدا نفوت بأنواع العمليات بس خلينا نخلص أول سؤال يعني لمين العملية وأي متاء إذن نفهم أنه للأشخاص يلي عندهم مشكلة صحية نيجمع عن البدانة مظبوط مية بالمية أول شي نحكي بالوزن بالمؤشر كتلة الدهون يعني بس ما يكون عنا مؤشر كتلة الدهون بيرتفع فوق 30 أوكي منبلش نحكي ببدانة إذا كان في عنا معهم مشاكل صحية متعلقة بالبدانة مثل مرض السكري مثل الضغط مثل مشاكل تضخم القلب الدهون بالدم مشاكل المفاصل انقطاع التنفس خلال النوم اكسترا يعني في كتير مشاكل بتتعلق بالبدانة كل هاو دولة بيقدروا يزيدوا إذا بديك النسبة أو التوجه طبعنا صوب أنه نلجأ للعمريات البدانة تحت تالي نحل هالمشكلة هاي دي نوك أكيد فيه شغلتين أساسيتين بدنا نركز عليهم أول شي لازم يكون عنا بدانة لازم يكون عنا وزن زائد والتاني شغلة أساسية بدنا نشوف إذا عنا مشاكل أو لا لأنه هيدا الشي بيخلينا نسرع بالقرار أكتر وأكتر طيب وأي متى العملية؟ أي متى العملية من ناحية كمؤشر كتلة الدهون على الحل لازم يكون المؤشر أعلى عادة إذا ما فيه ولا أي مشكلة صحية منفضل أنه إذا كان فوق الخمسة وثلاثين أكيد دغري بنحكي فينا نتجه سوى بالعمليات إذا كان أقل من خمسة وثلاثين يعني بين ثلاثين وخمسة وثلاثين هم منجرب دايما نشوف إذا منقدر نساعده بدون عملية إذا فشلنا ساعة بيمبحث الموضوع وصار الاتجاه عالمي يعني فيه حالات بتروحوا دغري على العملية بتقولوا كتير الوزن أكيد زيد وحرام نضيع وقت بمحاولة إنقاص الوزن أي ليش لأنه فيه دراسات أكيد نعملت بهذا الموضوع مش أنه قرار شخصي هو فيه دراسات عالميا عملية ولقينا أنه كل ما تزيد البدانة كل ما تصير النسبة أنه ينشيل هالوزن الزائد بدون عملية كتير كتير ضئيلة يعني فيه دراسة كتير كبيرة نعملت من زمان بأمريكا وفرجت أنه بس ما يكون عنا وما أشرك الثلاث دهون فوق الخمسة وثلاثين نسبة النجاح طبع الحمية الغذائية على سنتين هو أقل من ثلاثة بالمية يعني مثل تكنه الفشل تقريبا محتوم ساعتها هون أكتر وأكتر من اتجاه صعب العمليات يعني بعرف بتروح على كندا كمان غير الجامعة بيكون في عمليات ناطرتك هي ظاهرة عالمية عمل بتكون وعم تزداد بكل العالم أكيد أكيد خصة يعني البلاد اللي عم يتطور فيها إذا بدك الأكل اللي هو سريع المصنع يعني نحن المجتمع تبعنا عم يلحق المجتمع مثلا الأكسيدانتال الغربي والأوروبي عم نشوف أنه نسبة البدانية مثلا بأمريكا زادت كتير من عشرين سنة لعلق نحن عنا في لبنان أكتر من عشر سنة لعلق نسبة البدانية عم زادت بشكل كتير 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 أكيد تتعلق بنسبية أكلنا بقلة الحركة اللي عم نعملها بكتير قصص تانية بس كمان المجتمع طبعا عم يتغير وعم يتجه أكتر وأكتر صوب البدانية مصطفى بقلك طولي متر وثلاثة وثمانين لوزن مية وثلاثة وعشرين أكيد هون عنا وزن كتير زيادة يعني عنا بحدود الأربعين كيلو زيادة وهذا الوضع أكيد هون بيقدرين بحث فيه موضوع عملية لينا بتقول لك شكرا سلاح بيقول للرياضيين قديش لازم يكون مؤشر كتلة ما قلوا علي ما فينا نعرف لأنه هون الرياضيين هن خانة على جنب وعنده أربعين بيكون عندهم عضل كتير زيادة أكتر بكتير من هون ساعتها منلجأ ما في حساب منلجأ أكتر لشارت مثل إذا بديك أساس موجودة عنها منقدر على كربات معين منقدر نعرف تماما فيه جداو اللي بترجعولها وبتتابعوا فيها قديش الوزن والطول والرياضة هون في فحس سريري كمان بدو يسير وين عمل أكيد فحس سريري بنقدر نعمل إذا بديك بعض الفقوصات اللي بتعطينا بشكل كتير دقيق قديش وزن العضل بجسمه قديش في عضم قديش في ماي قديش في دهون إكستر لنك في غير فقوصات دقيقة أكتر للناس اللي هن كتير رياضيين يا بيلال بيقول الصوم أفضل من العملية بس في ناس بالصوم بينصحوا يا بيلال إذا حردنا توقفون أو لازم يصوموا كل السنة حتى يمشي الحال دكتر السفا هل الماشي بيعمل عضل هلأ في أسئلة شوي برات الإطار بس يعني حيال نوع رياضة أكيد بتزيد شوي من نسبة العضل ومن بيني هو بسهولة فينا نعرف إذا عنا عضل ولا لأ أكيد مية بالمية العضل في فحص معين فيها نعمله كمان تنقدر نعرف قديش نسبة العضل بجسمنا بس أي نوع رياضة إن كانت المشي الركض أي نوع رياضة مش إنه نطلع الدرجة اليوم بتظل أفضل من إنه ما نعمل حركة بالمرة بيثألوك إذا شخص عمره فوق السبعين سنة وعنده كتير وزن زيد هل ممكن تعملوله هالعملية حسب صحته العامة ما بقى في عمر كنا من زمان نقول فوق الـ 65 ما من نعمل هلأ اليوم صرنا أكتر نطلع بالعمر الفيزيائي يعني العمر الحقيقي طبعا إذا شخص عمره سبعين بس عامة تنصحته منيح وما عنده غير مشكلة البداني وقلبه منيح والرواية منيحة ونحن نتوقعين له بعد إنه يقدر ييش كتير أكيد منساعده بموضوع العملي نحن يخد اتصال ألو مجر أهلا كيفيك الحمد لله معك كريستين أهلا كريستين تفضلي لكن أنا عمري تراندويت وعند كتام فضيع بمعتي يعني كنجي معتها مرة معتي وهل يا ترى كتام المعدي بنصيح لا ما ألو علاقة بالوزن يعني بنصيح من أي ناحية بس ما يكون عنده بمسكباسيون قوية بيقدر يكون لأنه بيقدر يزيد بيثقل يعني كم كيلو بس ما شالي هو بيعمل بداني لا ما ألو علاقة كليا بالبداني أه ما ألو علاقة بس شو في حال للكتام المعدي في كتير حلوب بتشوف حكيم جهز هضمي تأخذت أخذت لش في أدوية يعني بدو ينبحث أول شي في حالات هي أجسام هيك وعكل حال في نمط حيات في رياضة في شرب مي في مأكلات معينة في كتير إشياء الأدوية منع حل غير حل مؤقت ما في حل أنه سحري يعني حب بين صفة وراحة لا حسب كل حالة بحالة أفضل ترجع حكيم جهز هضمي وهو ساعتها بيقدر يدرس الوضع أكتر بدقة وبيعطيك جواب أفضل مدام سوايا بتسألك صحيح أنه في نقص بفيتامينات معينة هي بتخلي الإنسان ينصح لا ما ألعليه الفيتامينات بحد نفسه بالعكس الشخص اللي هو عم يعمل ريجيم أسي بيقدر ينقص بعد الفيتامينات لأنه بكونوا ما عم بفوتوا على جسمهم بس ما في نقص فيتامين معين بيخلي الواحد ينصح بس هوني بتتم ورقبتهم بعد العملية لحتى نتأكد أنه ما في نقص بالفيتامينات الأساسية مية بالمية أكيد لازم المراقبة تكون كتير دقيقة تحت تالي نتأكد أنه ما يصير فيه ولا أي نقص شفت كيف يعني ولا مرة منخلص الموضوع قديش بيضل فيه أسئلة دكتور صفا من المستمعين حول هالموضوع يعني بدنا نعطيهم موعد جديد حتى نقدر نحكي عن أنواع عمليات البدانية بدأ أشكرك كتير قبل ما نختم أي مطل كتاب بالعربي هيدا هيدا المهم إن شاء الله شهر الجي إن شاء الله شهر الجي منحكي عنه شكر كبير لألك الاختصاصي بجراحة البدانية والأستاذ المحاضر بجامعة موريال كندا مؤلف كتب الطبية على هس عيد دكتور ناجي صفا منشكرك ومنقلك إلى لقاء قريب عبر صوتنا مرسي لألك دكتور صفا شكرا